هاي توني وإن أنت إني أراك هاي ماذا تفعل ما هذا ما هذا يا رجل ماذا حصل لك جالس في مكانك تشرب القهوة والكوكيز تبدو بدين حصل على البطولة سبع مرات كفى يا رجل هيا يا صديقي هل نسيت أنك لاعب في الأولمبياد عندي كل شيء أين ذهب كل هذا هل تريد الصور خير صحيح هل تريد أن ترى رؤية ماذا حسنا لا لا يمكنك فعل هذا أبدا لا لم يعد بإمكانك فعل هذا الحلب هنا لنذهب انظر إليك أنت كبير في السن أقسم أني سأحطمك في الحلبة لنذهب أيها العجوز صدقني فأنت لم تعد تملك شيئا الآن فعلا متأكد هل تعتقد هذا انظر ماذا تفعل أنت مرتاح سأحضر القفازات ماذا ستفعل لنحضر القفازات نعم أحضر القفازات هل هذا ما تريده سأقوم بأكلك الآن أنت تلعب معي الآن هذا ما تريده حسنا لنفعلها دعنا نفعلها هل تريد أن تجرب هذا حسنا جربها أنت متقاعد وكبير في السن لم تعد توني الذي يهرب منه الجميع جميل نعم أنا في الحلبة مع أنديو تشامب وهذا الشخص هو لاعب كمال أجسام محترف وشخصية مشهورة ومتأكد أنك رأيت أحد فيديوهاته فلديه العديد من الفيديوهات المنتشرة ونعم ما سنفعله اليوم في هذا الفيديو أربع جولات ذات ثلاث دقائق نلكم فيها الجسم ربما أنت تتساءل ما هي الفائدة من هذه الطريقة لكن هناك العديد من المنافع في هذا وسنلاكم بالفعل وسألكمه بشدة كذلك هو سيحاول بكل ما يستطيع وإذا جربتها من قبل فلكمة الجسم مؤلمة جدا وفي نهاية هذا الفيديو سأخبرك لماذا عليك التدرب على لكم الجسم والأكتاف فهي لديه الكثير من المنافع وسأخبرك كيف وربما ستغير رأيك في المرة القادمة الذي تدخل فيها الحلبة فإذا فكرت في القيام بمباراة أو فكرت في مباراة للكم الرأس فربما بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تريد فعل هذا مجددا وإن كنت جديد في هذه القناة فاسمي توني جيفريز وأنا ملاكم أولمبي وحصل على البطولة الأوروبية سبع مرات وأملك 106 مباراة وغير مهزوم في هذه القناة أعطيك كل شيء عن الملاكمة كيف تلكم بقوة وكيف تلكم بسرعة فاشترك يا صديقي للمزيد من الفيديوهات كهذه ولدي حركات الساق ما الذي كنت تأكله أيها البدين هيا أيها العجوز لقد أصبحت طاعنا في السن هل هذا كل ما لديك هو يعاني هيا أيها العجوز انظروا إنه يعاني هكذا إذن هل هذه هي كل قوتك ؟ 1 مالذي حصل لك؟ هل أنت متعب؟ هل أنت متعب؟ نعم أنا مستعد الجولة الثالثة الآن سأبدأ الآن يبدأ المرح هل تريد القليل من الدجاج؟ صديقنا يتنفس بصعوبة انظروا كيف يتنفس ما خطبك أيها العجوز؟ نعم هذا أفضل أحسنت، المزيد من هذا أيها المدرب إنه عجوز، لكن لا تزال لديه روح المقاتل لنذهب للجولة الرابعة الآن الجولة الرابعة، وهي أفضل جولة بالنسبة لي أوه حسناً حسناً، انظروا لهذا إنه يعود للحياة نعم ثم ثم جداً ثم ثم نعم إنه وحش احترام الاحترام هذا هو الاحترام إني أحترمه بالفعل إنه وحش بالفعل لقد تلقى لكماية قوية الكثير هذا مفاجئ نعم جيد ها قد رأيتم المباراة أنا لا أتمرن أبدا لكن تشامب يتمرن بمعدل 2 إلى 3 مرات في اليوم ما أريده أن يفهم من هذا الفيديو إن المظهر الخارجي لا يدل على شيء لا يهم فهو يبدو أفضل مني بمليون مرة لكن الاختلاف هنا هو خبرتي فأنا أعلم متى أتنفس ومتى ألكم ومتى أدافع وهذا نتيجة 106 مباراة و17 عام من المنافسة وإذا دخلت معه إلى قاعة رياضية مع أندو سينتهي أمري في 30 ثانية ولن أستطيع مجاراته فهو جيد جدا هناك جيد جدا في المباراة حاولت إيصال بعض اللكمات وقد تمكنت منه فعلا كانت صعبة قليلا لكن عندما لمستك ما فعلته أنت هو العودة بلكمات أخرى فقلت يا إلهي إنه يملك اللياقة نعم هذا صحيح فالضخامة مع اللياقة حتما ستصنع فارق لكن في الملاكمة مع الكارديو لا يختلف هذا قليلا نعم 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 صحيح لكن كما قلت إن ذهبت معك نعم يصنع التعذيل لن أتمكن من مجاراتك نعم سيكون من الصعب عليك الدخول معي في قاعة تعذيل يجب أن تفهم فأنا لاعب كمال أجسام محترف كما تعلم فمن حين إلى آخر أتدرب السكوات بـ 600 باوند وتمرين الصدر 300 أو 400 باوند والديدليفت بـ 700 باوند وفي الواقع عندما تبني كل هذه العضلات يصبح جسدك بطيء جدا صحيح صحيح لكن في نفس الوقت أن أمكث معك هذه الفترة في الحلبة بالفعل هذا مذهل فعلا كما تعلم فأنت لديك المعرفة ولديك الحكمة وتفهم كل ما يخص الملاكمة ولديك قدرة التحمل ودائم أخبركم لا تحكموا على الكتاب من مظاهرة فعندما دخلت إلى النادي وجدت هذا الشخص مستريح يأكل الكوكيز ويشرب القهوة والمعدة في الخارج كأنه في فترة الراحة لكن لديه قدرة التحمل ولديه السرعة يعلم متى يسدد وكيف يرد الفعل مع كل لكمة كما أن لديك اللياقة وهذا ما ندعوه الانضباط نعم فلديك الكثير منها ولديك الكثير من المعرفة ولديك كل تلك الخبرة من المائة وستة مباراة طبعا قد تمرنت مع رفعي أثقال من قبل ولم أتمرن معهم بجدية لكن عندما كنت معك في الحلبة كنت أفكر أيضا هذا الشخص مجنون قليلا نعم هذا صحيح كأنك تقول لي أنا لن أستسلم نعم لقد نعم لقد تلقيت لكمات قوية خاصة تلك اللكمات المتتالية وقد أتعبني هذا جداً وقلت في نفسي يجب أن أصمن وأعود إلى اللعبة لديك العزم لكن الكثير في مكانك كانوا سيترجعون لكن أنت بقيت واقف وهذا إنه قلب المقاتل حتى إن كنت في رفع الأثقال أو في الملاكمة أو حتى رجل مبيعات فدائماً لجب عليك الاستسلام وهذا هو الفارق بين الشخص العادي والناجح أو دعني أقول الناجح والناجح جداً فهذا مختلف تماماً نعم لا يستسلمون الناجحون حتماً يمكنهم فعلها لكن الناجحون بشدة لا يستسلمون وسأخبرك في المباراة عندما وضعت تلك اللكماتي في الجسم وصدقني قد فعلت هذا لمئات الناس وكنت أفكر هو لن يستسلم وكانت الجولة الأخيرة هي أفضل بالنسبة إليه قلت يا إلهي إنه وحش وأنت بالفعل كذلك وإن أردت تعلم شيئاً هنا هو عدم الاستسلام أبداً نعم بالفعل لا تستسلم مهما كلف ذلك لا يجب عليك الاستسلام وهذا هدف هذا الفيديو والشباب الآن والأطفال يحلمون أن يصبحوا لاعبي كمال أجسام أو ملاكمين لكن عندما يقومون بالخطوة الأولى وتلقون اللكمة لا يعرفون كيف يعودون مجدداً وهذا ما أحاول قوله مهما كان الذي تريد فعله ومهما كانت أحلامك ومهما كانت الرؤية فالأمر ما الذي تريد أنت أن تكون عليه وأبقي على العمل كل يوم ولا تستسلم أبداً ربما يشتد الأمر لكن واصل أنا خسرت أول مبارتين نعم أول مباراة لدي وعمري 11 سنة وكان من السهل علي قول آه هذا ليس لي لكن عدت من جديد وقد خسرت كذلك وكان أسهل شيء يمكنك فعله هو الاستسلام والابتعاد عن الأمر والقول أني لا أريد فعل هذا أبداً لذلك الاستسلام لن يكون خيار أبداً شكراً لك يا أخ وأصدقائي كما قلت لكم سأخبركم ما هي إيجابيات مباراة اللكم في الجسم والكتف أحسنت يا تشامب شكراً أخي شكراً على تلقيني درس سأعود سأعود الآن نعم أنا أبداً حسناً لماذا نفضل مباراة اللكم في الجسم عوض الرأس؟ إن لم تكن تتمرن من أجل بطولة العالم فما هو الهدف من اللكم على الرأس؟ فالكثير يأتون إلى النادي ويردون القيامة بمباراة واقعية ويفعلونها كهواية وإن كنت تلكم في الرأس كهواية ففكر في الأمر مرة أخرى فهذا لا يستحق أن تضر بدماغك وربما تقول أنا لا أؤذى ولست ألكم بقوة لا يهم لكن هذه اللكمات الصغيرة على الرأس باستمرار حتى يداك بالأعلى تتلقى اللكمة وتذهب إلى دماغك ونعم هي ستؤثر بالفعل وتلك الضربات الصغيرة هي التي تسبب الضرر على المدى البعيد وأنا لا أقوم بمباراة مع اللكمات على الرأس بعد الآن وإذا كنت تتمرن الملاكمة للفتنس أو حتى للتنافس فأبدأ باللكم على الجسم فهذا سيساعدك بدون شك سيساعدك في رؤية اللكمات قادمة وستعمل على ردة الفعل إذا كان يجب عليك القيام بمباراة اللكم على الرأس فيمكنك المزج بينهما فكما قلت هذا يساعدني على أن أعرف فماذا سيفعل الشخص الآخر فإن ألقى إلي لكمة كنني الرؤية بوضوح وأتمكن من تطويري دفاعي ووضعي خطط جديدة عوض تلقي اللكماتي على رأسك إذا عزبك هذا الفيديو وشعرت أن فيه الإضافة دعني أعلم في التعليقات فأنا أقرأها جميعا ولا تنسى الاشتراك في القناة وشكرا